بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين، هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بحلول يوم الجمعة هذا اليوم المبارك والذي يترقى فيه المنتظرون والمنتظرات ظهور الإمام المهدي المنتظر عليه السلام ونسأل الله أن نكثر فيه دعاء الفرج لأنه كما قال الإمام الحج المهدي المنتظر عليه السلام أكثروا من دعاء الفرج لأن فيه فرجكم ولو أقرأ عليكم الكثير من القصص والروايات وكذلك أصحاب الكرامات الذين عندما قرأوا دعاء الفرج مئة مرة كيف أن صاحب الزمان عليه السلام التفت إليهم بعنايته وبعينه الناظرة فقضيت لهم الحوائج وحلت لهم المشاكل جميعا من الأدعية التي كان يدعو بها صاحب الزمان سلام الله عليه لقضاء حوائجه الشخصية ولدفع الشدائد عنه هو هذا الدعاء تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت الله الذي لا إله إلا أنت مبدئ الخلق ومعيدهم وأنت الله الذي لا إله إلا أنت مدبر الأمور وباعث من في القبور وأنت الله الذي لا إله إلا أنت وأنت الله الذي لا إله إلا أنت وارث الأرض ومن عليها أسألك بإسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك بحق محمد وآل محمد وأن تقضي لي حاجتي الساعة الساعة يا سيداه يا مولاه يا غياثاه أسألك بكل إسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصل على محمد وآل محمد وأن تعجل خلاصنا من هذه الشدة يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ثم سل حاجتك فإنها مقضية حتماً وقطعاً إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولا إيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر